بتوجيهات ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالعبد العزيز السعود حفظه الله تقدم المملكة لدولة فلسطين شحنة لقاحات طبية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمتابعة وتسليم حوالي 30 ألف لقاح طبي كدعم لوزارة الصحة الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات المعنية ونتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة العردنية الهاشمية ولجميع منسوب السفارة على ما بذلوه من جهود في إنهاء إجراءات وتسليم تلك المساعدات والدعم الطبي لوزارة الصحة الفلسطينية يأتي هذا الدعم من خلال اتفاقية وقعت في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية كدعم لوزارة الصحة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي ليست المساعدات العينية للشحنة الأولى التي نسلمها كمساعدات من الحكومة السعودية هي المساعدات مستمرة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ودائما يحبون لمساعدتنا سواء في تأمين الأدوية أو المسلزمات الطبية كلما استدعت الحاجة اليوم نستلم خمسة عشر ألف جرعة من الحمى الشوقية وخمسة عشر ألف طعوم من شلل الأطفال وتتكون الشحنة من خمسة عشر ألف جرعة لقاح لمرضى الحمى الشوقية وخمسة عشر ألف لقاح لمرض شلل الأطفال تسلمها وفد يمثل الحكومة الفلسطينية في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لجميع المحتاجين في جميع أنحاء العالم رسالته نحو إنسانية بلا حدود لقناة الأخبارية عزدين مغريز عمان